بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم والتقعيد للقول المفيد تاسعاً المناهي اللفظية والشركية وهي ستة وعشرون بابا هذا أطول قسم في الكتاب لأن من عادة المؤلف الإجمال ثم التفصيل ذكر في هذا القسم المناهي اللفظية والألفاظ الشركية وبعض الشركيات وركز على الشرك الأصغر لأنه خفي وركز كذلك على كفر النعمة لأنه كثير باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية من الشرك كفر النعمة قال مجاهد ما معناه هو قول الرجل هذا ما لي ورثته عن آبائي وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا النعمة النعمة ابتلاء والدليل ونبلوكم بالشر والخير فتنة إضافة نعمة الخالق إلى غيره إخلال بتوحيد الربوبية لأنه أضافها إلى السبب على أنه فاعل وإخلال بتوحيد العبادة لأنه ترك القيام بالشكر يقولون لولا فلان لم يكن كذا إن أراد به الخبر وكان الخبر صدقا مطابقا للواقع فلا بأس النعمة ابتلاء فكيف نسلم منه قبل أن تأتي النعمة لا بد أن تطلب من الله ويكون تعلق القلب به فبعض الناس يفكر في أن يتعرف عليه الوزير أو الرئيس وينعم عليه فالجنة لا تطلب إلا من الله وكذلك الرزق بعد أن تأتي النعمة فلا بد أن تشكر المنعمة المتفضلة بالقلب واللسان والجوارح أقسام الناس في إضافة النعمة قسم صحيح بحيث يضيفه إلى سبب صحيح ثابت شرعا أو حسا فهذا جائز بشرطين الأول ألا يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه ثانيا ألا يتناسى شكر المنعم لكن لم يثبت كونه سببا لا شرعا ولا حسا وقسم هو شرك أكبر أن يكون سببا خفيا لا تأثير له إطلاقا الدليل الثاني وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير المسائل الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها أي يدركون بحواسهم أنها من الله وينكرونها بإضافتها إلى غيره الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة مثل فعلهم عند هبوط الطائرة الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة إنكارا لتفضل الله بها وليس إنكارا لوجودها لأنهم يعرفونها ويحسون بوجودها الرابعة اجتماع الضدين في القلب المعرفة والإنكار التقسيم والتقعيد للقول المفيد ترجمة نانسي قنقر